لا تردوا وتركوا المهمة لنا رسالة وجهها مسؤولون أمريكيون لنظرائهم الإسرائيليين بشأن طريقة التعامل مع هجمات الحثيين وفق صحيفة وولستريت جورنال على أن يأتي الرد على تلك العمليات المتكررة عن طريق قواعد وسوفن الجيش الأمريكي في البحر الأحمر موقف واشنطن مدفوع برخبتها في عدم انخراط تل أبيب في صراع أوسع مع الفصائل الموالية لإيران بالمنطقة وبالأساس تحارب إسرائيل وفق واشنطن على جبهتين في غزة وكذلك الجبهة الشمالية ضد حزب الله في لبنان وعليها تعتبر الإدارة الأمريكية أن أي رد إسرائيلي على الحثيين ينضوي على مخاطرة وفق الصحيفة وبالفعل تتخذ واشنطن خطوات نحو الرد بنفسها لسيما وأن تهديدات الحثيين في البحر الأحمر لا تستثني سفنها وهو ما يعد تصعيدا أمريكيا ضد جماعة الحوثي التي أزلتها واشنطن قبل عامين من قوائم الإرهاب وعزت الخطوة حينها إلى رغبتها في عدم عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن ومؤخرا أعلنت الإدارة الأمريكية عن مساعيها لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لحماية الملاحة في المنطقة خاصة مع تزايد هجمات الحثيين والتي كان آخرها تبنيهم عملية إطلاق صواريخ بارستية على مواقع فئلات الإسرائيلية وفي التوقيت ذاته كشف مسؤول أمريكي لرويترز عن إسقاط البحرية الأمريكية طائرة مسيرة قادمة من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وكلها هجمات تعهدت واشنطن بالتصدي لها لحماية ممرات الشحن الدولية ترجمة نانسي قنقر